السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد من كورس الديب ليرنينج. هتكلم معكم النهاردة عن الاكتيفاشن فونكشنز. انتو طبعا عارفين ان الاكتيفاشن فونكشنز عددهم كتير. ولكن احنا النهاردة هنركز على الاكثر استخداما والاكثر انتشارا. انتو عارفين طبعا ان كل نيورن بيكون فيها اكتيفاشن فونكشن. يعني انت خدت النيتورك اللي قدامك دي. وعملت زوم ان على كل نيورن موجودة. وبصيت جواها هتلاقي ان في موجود اكتيفاشن فونكشن. طيب قبل ما اتكلم معاك عن الاكتيفاشن فونكشنز وانواعهم المختلفين. تعالا نتكلم احنا ليه اصلا بنستخدم اكتيفاشن فونكشن. ايه الكونسب? وراء استخدامنا لهذا التكنيك. انت اه واحد مثلا ممكن يقول لي ان احنا بنستخدمه عشان نعمل فاير للامبوت اللي بيكون موجود في النيورن. احنا عارفين الكلام ده. ولكن ايه اللوجيك? وقت ازا احنا ليه بنستخدم برضو فعشان تفهم الموضوع ده تعالى ننغي تماما ونبدأ ان احنا نعمل من غير مجرد بس ان احنا هنعتمد على ونشوف كده شكل الاوضبط اللي يطلع لي هيكون عامل ازاي. فاول حاجة ازا ما قلت لك هنتكلم احنا ليه بنحتاج فده كده اعتبر يعني نتكلم على تاخد بتاعك بتضربه في وبعدكها بتزود عليه فبيديك دي بتطبع عليها بتديك الاوضبط بتاع النيورن الحالية اللي هو بيكون بمثابت بالنسبة للنيورن اللي بعدها. فالنيورن اللي بعدها بيكون لها الخاص بيه برضو بيكون لها الخاص بيه. كلام دوت اللي شرحنا فيه الفيديو السابقة. فهنا بتاخد بتاع النيوران الجديدة بتضربه في اللي هو جايلي من اللي هو اللي هو بعد كده بتزود عليه بتاعك وبعد كده هنا برضو بتطبق على ده هو وهكيد كلنا عارفينه يعني من الفيديوز اللي فاتت تعال بقى نبدأ نكنسل اللي بنستخدمها دي ونشوف شكل اللي هيطلع هيكون عامل ازاي يعني احنا هنا هنكنسل اللي شطبنا عليهم الاتنين وتعال وتعال كده بقى نعيد تاني بتاعنا اول حاجة هنا هتعمل عادي خالص بيكون لها برضو بتاعها تضربه في بعد كده بتزود عليها فهيديك تمام طبعا ما فيش خلاص اللي انت اتدخل عليها فالزيد دوان اللي دخلت اللي دخلت على هي برضو هتكون بالنسبة للنيوران اللي بعدها تمام فالنيوران اللي ہو مسلا اه 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 الامبوت بقى اللي داخل اللي داخل للنيوران دي هك loosen un parang ايه طبعا اين زي ما اولت لك كل بيكون لها الوقت الخاص بيها يعني انت عندك ايه داخل على او اه او الامبوت بتاع بيكون داخل او سوريا الاوتبوت بتاع ان دي داخل داخل كامبة على النيوران دي فا اه الاوتبوت اللي طلي علي من هنا هو يكون زيد وان تمام اللي هو الكلام ده اللي هو نتيجة دوتooo اللي هيدخل علىsel واليبير النوران دي فاليبيرن دي برضو بيكون لها الحصف به اللي هو الهو هذا الوود ده وبرضو بيكون لها الخاص بهالي هو هنا مثلا ب ripping و tiene ما sli تمام فهالتطبق بقى الكلام ده يعني هتاخد الحصف ال야outboot اللي طيعم من الي بالنيورور ان دي اليه عباره عن z1 تمام وتضربه في الوت بتاع النيور ان دي اللي هو اه و فلما تضرب W2 بالكلام ده هنقعود بيه اهو تمام فيبع عندك هنا dp-2 مضروبه في W1 في A0 بلاس B1 وبعد كده بتزود البياس بتاع النيوران دي فانت كده طلعت ايه طلعت ال A2 ال A2 ده خلاص انت مش هتطبق برضه عليها Activision Function هيكون هيكون هو برضه الانبوت للنيوران اللي بعديها فبس قبل ما نحسب يعني الانبوت بتاع النيوران اللي بعديها تعال انبسط الشكل اللي قدامنا ده كده هتاخد ال W2 تضربها في القوس جوه هتضربها مرة في W1 A0 وبعد كده تضربها في ال B1 فW2 في W1 وبعد كده طبعا دي هتنزل الزمهية ال A0 وبعد كده W1 في B1 هيبقى W1 B1 وفي الاخر برضه هتنزل هنا ال B2 فاحنا مسلا لو بسطنا اللي قدامنا دي يعني مسلا انا اعتبر ان ضرب ال W2 في ال W1 هو عبارة عن WDash والA0 هتنزل الزمهية وبرضه هنا انا اعتبر ان ال Term دا كده اللي هو اكلا اخدت الرقم دوت ودربته في B1 وبعد كده وطا 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 بـ W2 فيدك یق B' فلو انت اخد بالك بقى من حاجة هنا هتلاقي ان ال Output دا كده اخد بالك ال A2 كده三천 الاودبوت بتاع النيوران التانية. اللي هي النيوران اللي قدامك دي كده تمام النيوران دي. فهتلاحظ بقى حاجة هنا مهمة جدا. هتلاقي ان ال Output بتاع النيوران التانية chi هو نفسه الاوتبوب بتاع اول نيورن اللي هو هنا ويت مضروف ازيرو بلاس البي داش هنا برضو كان نفس الكلام ولو انت فضلت تقرر نفس العملية دي هتلاقي ان هو دايما بيديك نفس الستراكشور هتلاقي ان هو دايما بيديك نفس الدينيار اكويشن اللي قدامك دي فتعال برضو نزود زد سري اهو لو جينا هنا مثلا زودنا زد سري طبعا زد سري بيكون لها الامبوت الخاص بيها واللي هو هيكون عبارة عن الاوتبوب بتاع البرو PHR vẫn where we can see ito من شوية فانت هتاخد الاوتو وتدربيه في ال W3 تمام اه وبعد كده هتزود بتاعك اللي هو هيكون عبارة عن ال P3 هكذا يبدأ هتحسب الحزبة هتلاقي نفس الاوتبوب بتاع الاوتوب بتاع الاوتوب بتاع الاوتوب بتاع ال اي تمام? فانت كل مرة هتعمل كده هتاخد الاوبوب بتاع اللي هو هنا كان عبارة عن الاتو وتضربه في الوقت الجديد وبعكاد تزود عليه البياس هتلاقي ان هو دايما بيديك نفس الاوضبوت. فانت كده يعني اللي انا عايز اوصله لك من الجزئية دي ان انت مهما كان عندك خمسين هيدن لير هتلاقي ان الخمسين هيدن لير كل النيورونز اللي موجودة جواها بتطلع لك نفس الاوضبوت يعني الخمسين لير دول اكنهم بمثابة لير واحدة فقط لان هم يعني انت كده بمعنى تاني اكنك لغيت الاستفادة من كل الليرز اللي موجودة عندك يعني مهما كان عدد الليرز خمسين او مية اتلاقي ان انت لو لغيت الاكتيفشن فونشنز كل النيورونز اللي موجودة عندك هتكون بتطلع نفس الاوضبوت فبالتالي مش يحصل عندك ليرنينج بشكل كويس فالحل هنا بقى بالنسبة للمشكلة دي ولكن قبل ما اتكلم معك في الحل برضو فالفكرة هنا من استخدام بالشكل ده اللي انت تعتمد عليها يعني انها تكون بالنسبة لكل النيورونز دي هتكون فكرة فشلة تماما لان دي او مسلا في لما بنجي اشتغل على الارض الواقع معظم الداتا ست اللي بنشتغل عليها بتكون عبارة عن يعني الداتا لو جيت خدت مسلا اي داتا انت بتشتغل عليها وزعتها كده على يعني هتلاقي ان الداتا التوزيع بتاعتها بتكون نون لينير فبالتالي انت محتاج نون لينير فونكشن تقدر ان هي تتعامل مع الداتا ست بتاعتك دي ده بغضر نظر عن ان النيورونز اصلا بتطلع نفس اللينير اكوشن هي دايما زي ما انت شايف فبرضو هيواجهك مشكلة من ناحية الديتا ان الديتا دايما بتكون نون لينير فهنا بقى بيزهر دور الاكتيفيشن فونكشن واللي هي اصلا بتكون عبارة عن نون لينير اكوشن فطبعا الحل المثالي بالنسبة لك افضل حل يعني هيكون اللي انت تلاقي اكتيفيشن فونكشن تعالى بقى نتكلم عن اول اكتيفيشن فونكشن هي غنية عن التعريف واعتقد كلكم مع الاكتيفيشن فونكشن دي وشرحناها كتير في الكورس بتاعنا وبرضو شرحناها في الماشين ليرنين وهي او او اكتيفيشن فونكشن ده شكل اكتيفيشن فونكشن بتكون من اول الزيرو لحد اه الواحد وبعد كده هنا عندك خمسة من عشرة فدي طبعا الاكوشن الخاصة بالسيجمويد الاكس ده اوقت هو اه بيكون نتصمو بتاعك دايما انت بتاخده وبتعوض به هنا فلو انت بقى يعني اش معنى هنا اصلا هنا اش معنى هي خمسة من عشرة لان انت لو خدت الزيرو وعوضت به هنا مكان الاكس اتلاقي ان هو بيديك خمسة من عشرة فعشان كده الزيرو بتعمل ما بينج مع الخمسة من عشرة ولو انت اخدت اي نيجاتف نومبر خد بالك هو هنا مكملة لي مالا نهاية الاكتيفيشن فونكشن مكملة كده مالا نهاية ومكملة كده لسالب مالا نهاية فلو انت اخدت اكبر رقم هنا اللي هو اللي هو المالة نهاية نفسها وعوضت بها مكان الاكس اتلاقي ان هي بتبديك دايما وان قد اي رقم مهما كان الرقم ده كبير وعوض بيه اتلاقي ان الاكتيفيشن فونكشن دي هتطلع لك الاوب بتاعك وان وقد اي رقم سارب لو انت خدت هنا لسارب مالة نهاية وعوضت بيها هنا هتلاقي ان هي بتطلع لك زيرو تمام فا اا ده كده بالنسبة للسجمويد وطبعا احنا اتكلمنا في المشاكل الخاصة بالسجمويد لما اتكلمنا عن وقدي ان هي ما بتقدرش تعملي بسبب الجريديانت بتاعها اللي هو بيكون ما بين الزيرو والخمسة عشرين من مية تقدر ان انت تستخدمها فقط في الاوتبوت نيورن تمام اا في حالة مسلا لو انت بتعمل ما بين الابل والورنج فهنا بقى بتحدد اا بالنسبة يعني بتاعتك اللي هي خمسة من عشرة دي لو كان مسلا الاوتبوت اللي طالع من هنا من النيورن دي اكبر من خمسة من عشرة فانت هتقول خلاص ان دي هي تعبارة عن قبل لو اهل من الخمسة من عشرة هتقول ان هي ديت عبارة عن اورنج دوت يعني بالنسبة لي السجمويد فونكشن التانية اللي موجودة معنا وهي التانيتش اا اكتيفيشن فونكشن دي اللي هي برضو بتكون شبيهة لحد ما بالسجمويد ولكن الريلج بتاعها بيكون مختلف شوية طبعا السجمويد كانت من الصفر لحد الواحد دي من السلب واحد للواحد والسنتر بتاعها هنا بيكون عند الزيرو تمام وده طبعا اه دي طبعا الاكويشن بتاعت الاكتيفيشن فونكشن اهي اللي هو عبارة عن الاكسبنينشل قص اكس مائنس الاكسبنينشل قص مايناس اكس على الصممشن بتاعه فبتجيب بقى اي رقم يعني اللي هو الصممف برودكت اللي انت بتدخله على الاكتيفيشن فونكشن يعني انت الاكتيفيشن فونكشن دي بتستاثمها الفورورد. وفي الباكورد بترجع تعمل لها عشان تعمل عشان تعمل او بيكون عندك ده ده هو اللي انت بتعاوض به هنا في القص مكان يعني وبتطلع بتاعك اتلانيها دائما بتطلع لك هنا الاوتبوت ما بين الصف اه سوري ما بين السالب واحد والواحد. اه وده طبعا اه ده ده كده يعني الجزئية الخاصة به بتحتاج ان انت تعمل لي القص بتاعك بالنسبة للويتس. وبالتالي وانت راجع بتلاقي ان انت بتعمل برضو لتانيتش. الكلام ده يعني متكلمين فيها قبل كده كتير في الفيديو بتاع طيب تعال نكمل طبعا اللي بيميز هنا هنتكلم لسه فيها بعد شوية. لكن خلانا نشوف آآ ده كده يعتبر اللي هو اللاين ده يعتبر بتاع السيجمويد. واتكلمنا فيها قبل كده. قلت لك ان هو بيكون من الصفر لحد الخمسة وعشرين من مية. وده كده الكيرف الازرع ده كده يعتبر الخاص بالتانيتش. آآ التانيتش يعني خد بالك من حاجة مهمة جدا. انت هنا بتعمل امتا اثناء الباكبروباجيشن. زي ما احنا كده شرحنا في الفيديو بتاع الباكبروباجيشن كنا بنعمل للسيجمويد. وهنا برضو لو انت مستخدم التانيتش لما ديك تعملها هتلاقي انها بتديك الكيرف الازرع ده. فكل ما الكيرف بيزيد كل ما الفونكشن دي بيكون كويسة. يعني اثناء وانت بتعمل للاكتيفشن فونكشن. لو لقيت الكيرف بتاعك عالي بالشكل ده فتعرف ان دي كويسة. هنا مسلا هتلاقي ان بتاع التانيتش بيوصل لحد الواحد اهو. تمام? فدي طبعا حاجة كويسة زي زي بتاع الريلو. الريلو برضو لما ديك تعمل لها هتلاقي انها بتطلع لك ولكن عبل تانيتش فيه بقى عبل تانيتش في حاجة واحدة فقط. اللي هو هنا لما تيجي تدخل لها او لما تيجي تدخل لها هتلاقي ان هي هنا بيكون بطيء جدا. زي ما انت شايف هنا كده. هو يعني تقريبا بيوصل للزيرو. فطبعا بتاعك هيكون بطيء. مش هتقدر ان انت تعمل بشكل كويسة. يعني انت دخلت بتاعك كان رقم مسلا او كان رقم كبير. هنا مسلا الاربعة. هتلاقي ان في الويت بيكون بطيء جدا جدا. فبالتالي مش هتقدر ان انت تعمل ترينيج بشكل كويس. انما الجزء دهات من التانيتش كويس. يعني الجزء دهات كده اللي هو من اول هنا كده. لحد هنا اه لو انت دخلت الانبوتس اللي هو فرنجي الارقام ده اللي هو من من اتنين مسلا لحد السالب اتنين. اتلاقي ان هو بيديك رقم عالي. وده كده اعتبر حاجة كويسة. اتخلي اه النيتروك بتاعتك تعلم بشكل سريع وتوصل اه برضو بشكل سريع. ولكن خلاص انت اعتقد عرفت المشكلة اللي هو المشكلة هتكون في الاجزاء دي. اه فالتانيتش يعني ما تستخدمها ايش خالص يعني يعني واحد يقول لي ما استخدمها ايش خالص لا انت عادي ممكن تستخدمها بس في حالة لو النتوغ بتاعتك ما كانتش يعني ما كانش عندك كتير فممكن تستخدمها في الحالة دي. لكن اه موضوع الهيدن ليرز الكتير هيوصل لك ان انت اثناء الديريفاتيف بتاعتك تضرب ارقام عشرية كتير في بعض. فبالتالي اتلاقي ان النيتروك بتاعتك بيحصل لها فاللي بيميز النيتوورك هنا اللي هي اه سوري اللي بيميز الاكتيفيشن فونكشن دي بعضه اللي هي التانيتش اه ان الاوتبوت اللي بيطلع منها دايما بيكون الافرج بتاع عند الزيرو. يعني الاوتبوت اللي بيطلع يعني انت هنا بتطبق تانيتش اهو في النيورانز دي. فاتلاقي ان الاوتبوت اللي بيطلع من هنا دايما اللي هو عامل ده. اتلاقي ان هو دايما عند الزيرو زي ما انت شايف كده. السنتر عند الزيرو بالزبط. فدي كده كنورمالايزيشن بتبقى حاجة كويسة. يعني هي اكنها اكنها بتعملك بتطبق لك بتطبق بتاعتك وبتطلع الرنج بين السلب واحد والواحد. وفي نفس الوقت بتعملك نورمالايز للاوتبوت اللي طالع منها. تمام? فالسنتر بتاع 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 الاوتبوت اللي طالع من هنا اتدخل كامبوت بالنسبة للنيوران دي كله بيكون معامل له فدي برضو حاجة كويسة بتساعد النتورج بتاعتك ان هي تتعلم بشكل كويس. ولكن زي ما قلت لك المشكلة الاساسية كلها في الجزء اللي هو آآ الجزء ده. اللي هو بيخلي بتاعك بيكون بطيء. لان الدريفاتي في هنا بيكون صغير جدا جدا يعني. والابديت في الوقت هيكون صغير. طيب. يبقى كده خلاص. آآ يعني بس برضو بشكل عام لو هنقرم ما بين التانيتش و السيجمويد من ناحية الهيدن لييرز يعني من ناحية الهيدن لييرز. فبكل تأكيد التانيتش هتكون افضل بكتير يعني. ففكرة استخدام السيجمويد في الهيدن لييرز دي فكرة مستبعدة تماما. انت استخدم فقط السيجمويد في اخر آآ نيوران موجود اخر هيدن لييرز موجودة عندك اللي هو آآ وكمان في حالة آآ فقط. ودي خلاص المشاكل اللي احنا اتكلمنا فيها. يعني هنا الكلام هوت اللي احنا قلناه. هنا عندك الجزء دوت كده. لو انت دخلت آآ او هنا بيكون بطيفة. بالتالي بتاعك هيكون ارقام صغيرة. بتاعك هيكون بطيفة جدا. وهيوصلك ان انت آآ توصل لي اللي هو المشكلة اللي اتكلمنا عنها قبل كده. طبعا دوت بالنسبة للسيجمويد وكمان بالنسبة لي آآ ولكن التانيتش زي ما قلت لك ما بيكون فيها جزء كده في بيكون كويس. والباقي طبعا الجزء ده اللي هو العالي ده ده اللي هو بيكون كويس بالنسبة للتانيتش يعني. ولكن الاجزاء دي بتكون صحيحة جدا في موضوع تانية وهي. طبعا اكيد برضو كلكم مع دي. واحنا برضو شرحناها في آآ لما جينا اتكلمنا عن السي ان ان. آآ دي زي ما انت شايفين كده يعبار عن الماكس ما بين الزيرو والاكس. آآ يعني لو انت دخلت هنا مسلا. آآ لو انت جيت دخلت هنا مسلا الاكس كانت باتنين. اتلاقي ان هو بيطلع لك نفس الرقم اتنين. الاكس مثلا دخل هنا كانت اربعة. اتلاقي ان هو بيطلع لك نفس الرقم. انما مثلا لو انت دخلت اي رقم نيجاتف سالب اتنين سالب اربعة. اتلاقي ان هو دايما بيطلع لك زيرو. تمام? فمش بيسمح ان انت يكون موجودة عندك نيجاتف نومبرز. والحقيقة هي الاكسر استخداما والاكسر انتشارا لان هي تعتبر مكونة من جزئين. الجزء بتعامل مع الانيار. والجزء ده اللي هو بتعامل مع الانيار. زي ما انت شايف كده قدامك اهو اه اه عبارة عن اه الانيار اه او الاسلوب بتاعه اه بوزتف زي ما انت شايف كده. والجزء دوت اللي هو النون لينيار. طيب دول لازمتهم ايه? اللي هو الانيار والنون لينيار هنشوف دلوقتي. طبعا الانيار بتاع الرلو. لما تيجي تعمل لرلو هتديك حاجة كده عاملة زي ستيف فونكشن. ستيف فونكشن نحنا كنا اتكلمنا فيها اه في الفيديو الخاص به فورورد بروباجيشن. فهنا لما تاخد الشكل اللي قدامك دوت وتعمل له دريفاتيف. اللاين ده هيعمل لك ستيف فونكشن. اللي تبقى حاجة بالشكل ده كده. والجزء دوت هيفضل زي ما هو. فتفهم من كده. طبعا معي صورة هي بالنسبة للدريفاتيف. ده كده اعتبر اهو اللاين الاحمد داري له. واللاين الاخضر دوته اللي هو الدريفاتيف بتاعه. فتفهم من الدريفاتيف ده اللي هو اه طبعا انت بتعمل دريفاتيف اثناء بتاخد الرلو وتعملها اه دريفاتيف. فهنا هتفهم من الدريفاتيف دوت اللي هو اللاين الاخضر ده. ان الاوب بتاعك الاوب بتاعك لو كان زيرو او اكبر من الزيرو هتلاقي ان هو دايما بيطلع بوان. يعني لو انت دخلت هنا واحد هتلاقي ان هو بيطلع واحد. دخلت اتنين اطلع اتنين. ايا كان الرقم اللي انت هتدخله طالما اتلاقي ان هو دايما بيطلع ودي بقى بتساعد النتورك بشكل كبير جدا جدا ان هي تعمل وتعمل بشكل كويس لان انت كده خلاص تخلصت من مشكلة الاركام الصغيرة اللي كانت بتطلع لك من السيجمويد لانت فاكر بتاع السيجمويد كان بيطلع لك من الصفر و خمسة وعشرين من مية. انما انت هنا عندك اختلف دايما بيطلع لك فدي كده خلاص يعني اه تعتبر افضل اه اكتيفيشن فونكشن بنستخدمها عشان زي ما قلت لك بتطلع لي اه رقم كبير اللي هو يعتبر الواحد يعني فدي بتزبط معي اثناء الكونفيرجنس بالنسبة لي الجريديان ديسنت وبتساعده بشكل كبير ان هو يسرع الترينينج ويصل للجلوبال مينيمم تمام? طيب. في ملحوظة بقى مهمة هنا عايزك تاخد بالك منها بالنسبة لي الريلو. الريلو زي ما قلت لك هي اه مقسمة الى جزء ايه? الجزء ده اللي هو عبارة عن آآ والجزء التاني دوت اللي هو آآ فهنا عشان كده يعني عشان مقوناة من الجزئين دول اللي هو اللينير والنون لينير بنقول عليها تمام? والجزء ده الجزء دوت من آآ يعتبر اهم حاجة بالنسبة لنا. ليه? لان انت لو لغيت الجزء ده اصلا يعني انت خالي ان الرلو هي عبارة عن اللاين ده اللي هو فقط. فانت كده اكنك مش بتستخدم وده وقت هيرجعنا للمشكلة اللي احنا اكتللنا عنها في بداية الفيديو. ليه? لان انت بتجيب السامو برودكت. السامو برودكت دوت هتدخله على الرلو. وتخيل ان دوت زي ما قلت لك كده مش موجود. فلما هتدخله على الرلو. تخيل مسلا ان نتيجة السامو برودكت طلعت اربعة. فهتدخله على الرلو. هتلاقي برضو بتطلع لك نفس الاربعة. يعني نفس النتيجة بتاعت السامو برودكت. تمام? ولو دخلت لك رقم نيجاتيب هتلاقي ان هي مش طرف تتعامل معي. فانت اكنك بتدخل السامو برودكت على النيورون اللي بتكون بعد كده. تمام? فالجزء ده من النيورون هو بيتعامل يعني او بيهندل الجزئية الخاصة به. اللي بتكون موجودة عندك في الديتا سيب. والاهم بقى ان هي هتخلي عندك بالنسبة للنيورون اللي هتكون موجودة عندك في كل الهيدن لييرز. انا قلت لك من شوية لما تكلمنا عن عن السبب ان احنا بنستخدم اكتيفشن فونكشنز. هو ان احنا محتاجين نون لينير فونكشن. اللي رجعت كده تاني سريعا. احنا كان مشكلتنا هنا قبل ما نستخدم ان دائما كان بيطلع لينير فونكشن. دائما كان بيطلع لينير فونكشن. قلت لك ساعتها ان دي حتى لو انت عندك خمسين هيدن ليير هتخلي الخمسين هيدن ليير دول بمثابة هيدن ليير واحدة فقط. لان كلهم بيطلعوا نفس الاوتبوت. تمام? فهنا موضوع بقى اللي موجود في الريلو عملت على الحتة دي. وهتخلي الاوتبوت بالنسبة لكل يكون مختلف. الجزئية دي هتخلي كل او بمعنى تاني هتقدر بقى تستفاد من الاوتبوت بتاع كل اللي هتكون موجودة عندك يعني. تمام? اتمنى تكون وصلت لك الجزئية دي. انا حولتها بستطالك على قد مقدر يعني. اه وده طبعا خلاص اتكلمنا فيها اللي هو الخاص بيه اللي هو بيكون اه طبعا لو الاكس بتاعتك كانت اكبر من الزيرو هيطلع واحد. اه لو كانت اصغر من الزيرو. التاني هو دايما بيطلع زيرو. اللي هو اللي الكريمنا عنها اللي قدامك دي. طيب تعالى نكمل. اه ده طبعا بعض الاكتيفيشن فونشنز اه او اللي حصلت على الريلو. عندك هنا الفرق بس ما بين الريلو والليكريلو هي الجزئية اللي تحت دي. اللي هي الواحد من مية اللي نزلت اه بشكل تحت دي. انت هنا بتاخد الاكس وتضربها في الرقم ده. وبعد كده بتقارنها مع الاكس نفسها وبتاخد ما بينهم اه المكسموم نمبر وهنا دخل عليها. وده نوع تاني برضو من الريلو. اه اللي هو الاي اه او وفي برضو نوع تالت اللي هو البرامتريك ريلو. اه اللي هي بتبع حاجة زي كده. تمام? اللاين بتاع بيكون اه نزلت تحت شوية عنده. ولكن مش بيكون واحد كيرف زي دي. اه ممكن في فيديوز جاية نبقى نتكلم بتفاصيل اكتر عن ولكن دي بعض اللي جات لي من طيب تعال بقى نتكلم عن اه احنا اتكلمنا من شوية عن اه في حالة لو احنا كنا بنعمل اه بالنسبة للورنج والابل وبتلك ان احنا بنستخدم لو انت فاكر يعني. انما في حالة بقى لو احنا عندنا اكتر من او لو انت بتعمل وعندك هنا بقى بتعمل للاسفكيشن للابل والورنج والبانانا اه والمانجو وهكذا يعني عندك اكتر من كلاس بتعمل لهم كلاسفكيشن. فها مش هينفع خالص ان انت تستخدم السيجمويل. وبيكون الحل ان انت بتستخدم اكتفيشن فونكشن اسمها السوفت ماكس. السوفت ماكس اه فكرتها بسيطة جدا. يعني تخيل مثلا يعني خانا اخد اكزامبل عشان تفهمها. تخيل ان اه دي طبعا الاوتبوت ليرا اي اخر لير موجودة عندك. فالسبعة دي اللي هي بتكون طلع لك من اه الاكتفيشن فونكشن بتاعك. حالة مسلا لو انت مستخدم وهنا طلع لك خمسة من عشرة هنا طلع لك واحد هنا طلع لك اه تلاتة. اخد بالك ان الاوتبوت اصلا اللي جال من اللي هي الريلو بيكون مضروف قويت. عشان ما فيش حد مسلا يجي يقول لي احنا عارفين الاوتبوت بتاع الريلو بيكون اه فرنج معين. ما بيكونش عندك مسلا ارقام كبيرة بالشكل ده ولكن اه احنا دلوقتي بنتكلم في الفورورد يعني. اثناء الفورورد انت بيكون عندك الريلو بالشكل ده كده. تمام? اه دخل لك هنا مسلا سبعة بتطلع سبعة زمائية دخل لك هنا خمسة من عشرة. اه بتطلع خمسة من عشرة زمائية وهكذا يعني. المهم ان ده هو الاوتبوت بتاع الخاص يعني باخر موجودة عندك. هنا بقى بتبدأ اه بتاخد الارقام دي وبعد كده بتحسب لها. بتحسبها ازاي? اما لو هنتكلم مسلا عن اول رقم اللي هو السبعة هيبقى قص سبعة على قص كل الارقام اللي موجودة عندك اللي هو السميشن بتاع الارقام دي. هيبقى هنا اكسبنينشل قص سبعة زائد اكسبنينشل قص خمسة من عشرة زائد اكسبنينشل قص واحد زائد اكسبنينشل قص تلاتة. هيديك الرقم ده. ده كده اه بيمثل الاوتبوت بالنسبة لي او النيورون. تمام? نفس الكلام تعمله على النيورون التانية. الرقم دوت والرقم ده والرقم ده وده هو شكل الاوتبوت اللي هيطلع لك. فتلاقي ان هنا دايما السوفت ماكس بتطلع لك الاوتبوت او اه يعني هنا بتطلع لك مجموعة من البرابابيليتز. اه الصميشن بتاعهم بيكون دايما بواحد زي ما انت شايف قدامك كده. اه. وبتيجي بقى في الاخر بتاخد الارج ماكس بتاخد اكبر رقم موجودة عندك اللي هو الرقم ده. تمام? فقلاص يعني اتعمل كلاسيفكيشن لي الانبوت بتاعك اطول مثلا ديت عبارة عن قبل. واحد مسلا ممكن يقول لي لو احنا هنا جربنا نلغي يعني احنا هنا مسلا لو عملنا اه خدنا الرقم ده اللي هو السبعة واسمناه على مجموعة الارقام كلها. وبعد كده اخدنا الخمسة او الخمسة من عشرة واسمناه على مجموعة الارقام كلها وكذلك الواحد والتلاتة. هقول لك والله يعني الكلام دوت مش غلط هو الكلام دوت برضو ميكس سينس. ولكن السوفت ماكس بتطلع الاوتبوب بشكل افضل. بمعنى ايه? احنا هنا اه تعالى نطبق اتكلم من انا انا قلت لك عليه اهو. هنا مسلا تاخد السبعة وتقسمها على مجموعة الارقام ونفس الكلام الخمسة من عشرة وكذا. فهتلاقي انها بتديك النواتج اللي قدامك دي. هتلاقي اني هنا برضو طلعت لك اكبر رقم اللي هو رقم ده زي زي السوفت ماكس بالزب. ولكن الميزة في السوفت ماكس يبقى? الميزة في السوفت ماكس ان الرقم الكبير بتكبره لك اكتر. والرقم الصغير بتصغره لك اكتر. يعني قارن كده الرقم ده مع الرقم ده. هتلاقي ان هنا ستة من عشرة هنا تسعة من عشرة. يعني هنا اه احتمالية كبيرة جدا ان دي عبرها عن قابل. هنا اربعة من مية هنا بص رقم بيصغر جدا. الرقم الصغير هتلاقي ان هو بيصغر جدا يعني. تمام? اه وفي الاخر بقى بتاخد الكلام ده. بتاخد الارج ماكس منه اللي هو الرقم دوت بيكون ده هو بتاعه تمام طيب واحد برضو ممكن يقول لي احنا ليه اصلا مجناش من الارقام دي كده وخدنا الصوفت ماكس وراحنا دماغنا يعني احنا هنا كنا خدنا السبعة وخلاص وخلصنا من القصة دي اقول لك مش هينفع مش هينفع لسبب بسيط اثناء حساب الارر انت بيتكون عندك بتاعك بيكون مثلا لو انت عندك قابل فبيكون عندك هنا مثلا الواحد دوت بيدول على انت عندك قابل وهنا مثلا اورانج هتكون بزيرو والبنانة هتكون بزيرو تمام فانت هنا بتحسب اللي هو بتاعتك فعشان تحسب ما بين ارقام او ارقام او بالرنج با كده اللي هو لازم انت هنا برضو يكون عندك ارقام الصفر والواحد اللي هي الارقام دي كده تمام عشان تقارن الرقم ده اللي هو التسعة من عشرة تشوفه قريب قديم من الواحد والرقم ده قريب قديم من الزيرو تمام اه بس طبعا انت مش بتقارن دوله هو اللي انت بتقارنه هو الماكسمان. بتاخد الماكسمان نمبر وبتقارنه مع اللابل بتاعك اللي هو الواحد. اه دي هي الفورمولة الخاصة بيه الصوفت ماكس عبارة عن قصص الاوتبوت اللي طلع لك من كل النيورانز اللي هي موجودة في الاوتبوت ليرز. اه طبعا الاي دي عشان انت بيكون عندك اكتر من الاوتبوت لان انت بتعمل مولتي كلاس كلاسفيكيشن. وهنا بتكون مصومة على قص كل الاوتبوت اللي بتطلع لك من النيورانز. زي ما احنا شوفنا هنا كده. بتاخد كل الاوتبوت اللي بتطلع لك من النيورانز دي. وبتطبع عليها الصوفت ماكس. تمام? طيب. اخر حاجة بقى نتكلم فيها وهي امتى ما نستخدمش اكتيفيشن فونكشن خالص في الاوتبوت لو انت بتعمل اه لو انت بتعمل مسلا تنبؤ باسعار البيوت. فانت مش محتاج تحكم الاوتبوت بتاعك اللي طلع لك منها بحاجة. لان انت بتتنبأ بسعر البيت وفلاص فسعر البيت ممكن مسلا يبدأ يكون عندك من اول الصفر لحد المليون. او اي ان كان الرقم يعني. فانت هنا مش مطالب ان انت تطبق على الاوتبوت لير. ويبا دي هي الحالة الوحيدة اللي احنا ما منطبعش فيها اي اكتيفيشن فونكشن في الاوتبوت لير. اللي هو لو انت شغال على يعني. زي ما مكتوبنا كده. ده كده بالنسبة لي الاكتيفيشن فونكشنز. اتمنى تكون استفدتم من الفيديو بتاع النهاردة. بالنسبة للبيدي اف ده وتسيبه لكم تحت في الديسكريبشن. اعتقد الكلام كله يعني اه ممكن يكون بالنسبة لكم. ولكن في بعض التركز كده عرفناه النهاردة هو اللي احنا اه ليه اصلا بنستخدم اه اكتيفيشن فونكشنز. ويعرفنا برضو بعض التركز الخاصة به. لو في اي حاجة مش واضحة انا قلتها اه ممكن تسيبها لي في الكومنت ونحاول نتناشفها مع بعض. اه وشكرا والسلام عليكم.